للناس أهم معنوين المؤتمر الصحفي وأهم الحاجات طبعاً يعني هو المؤتمر الصحفي بيتعامل ليه؟ أي مؤتمر صحفي بيتعامل عشان يجاوب على الأسئلة أو التساؤلات اللي موجودة في الشارع الرياضي وطبعاً منتخب مصر يهم كل المصري والأسئلة كانت كتيرة قوي الحقيقة في الفترة الأخيرة وعلى ما تلاستفهم مش كانت كتيرة بس كانت كبيرة كمان كنا منتظرين ظهور كهل واسكيروش عشان يتكلم ويوضح ويطرح رؤيته في الفترة اللي جاي لكن الحقيقة يمكن معظم تصريحاته الحقيقة وطبعاً أنا هنا يعني مش عايزة أفترض سوء النية لكن يعني كان في بعض الأسئلة للناس محتاجة تسمع أجابات عنها وخصوصاً في الأسماء اللي تم استبعادها للمنتخب والأسماء اللي تم ضمها في اللحظات الأخيرة للمنتخب وده حق مشروع لجمهور الكرة في مصر راجل تكلم طبعاً أنه أهم لاعب في المنتخب المصري دواتي هو تيشرت منتخب مصر تمام جداً مش مختلفين خمسة يام أفضل من أربعة وأربعة أفضل من تلاتة وتلاتة أفضل من اتنين وأنا بحاول وببزل جهدي عشان أحقق على حد تعبيره يعني الإعجاز أو المعجزة عشان أوصل الفكري للعيبة كلم على أنه يعني وهنا أنا لازم أقف مع التصريح ده وأسمع رأي كابتن عمر أنه 24 لعب اللي اخترتهم هم أحسن الأسماء الموجودة على مستوى الكرة المصرية في التوقيت الحالي وكلم على سؤاله بأنه فكرة تقلق محمد صلاح قال أنا من أول ما تم التعاقد يعني وعرفت أن أنا هتولى مسؤولية المنتخب وأنا سعيد جداً وفخور جداً أن أنا هتولى تدريب الكوكبة دي من اللاعبين وأتكلم سألوه على منتخب ليبيا قال لهم بالتأكيد هو منتخب قوي ونتائجه بتقول بما أنه في صدارة المجموعة فهو بالتأكيد أفضل مننا لكن في الوقت الحالي أنا بحاول وبشتغل مع اللعيبة أنه نكسب المباراة الجاية عشان نكون أفضل وأنا استعيد الصدارة مرة تانية يعني أنا مش بتكلم بس على شريف وأفشة الحقيقة أنا بتكلم على كل الأسماء المستبعدة كلها الحقيقة سواء كنت بتكلم على مصطفى فتحي على مهند لاشين على أحمد سمير كلهم قدموا مواسم كواسي جداً وكانوا يستحقوا الحقيقة التواجد في منتخب مصر إزاي شفت اختيارات كيروش وإزاي شفت الأسماء اللعيبة اللي تم استبعدها في اللحظات الأخيرة والأسماء اللي انضمت بدلها بس يا أحمد الردود دبلوماسية مش محتاجة يعني ردود دبلوماسية لفتحي